لكن كابتن محمود الخطيب القيمة الكبيرة في النادي الأهلي كان ليه دور مهم من بارة كابتن محمود الخطيب بقيمته مش بس كرئيس النادي الأهلي لكن كمان كأسطورة من أساطير النادي حرص على التواجد مع اللعبين وتوجيه كلمة ليهم عن أهمية المرحلة القادمة حرص كابتن محمود الخطيب عن حضور التمرين الختامي للفريق قبل السفر إلى الكونجو وطبعاً ده كان مبارح أمس على ملاعب النادي الأهلي في وراء مدينة نصر وده لدعم ومسندة الجهاز الفني واللعبين قبل مواجهة مزنبي في رهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ووجه الكابتن محمود الخطيب كلمة لللعبين تحدث فيها بوضوح شديد جداً عن كافة الأمور وكل ما يتعلق بالمنافسات والمراحل القادمة سواء محلية أو أفريقية هو دي القيمة اللي كلنا بنتعلمها من الكابتن محمود الخطيب وبنتعلمها في النادي الأهلي عموماً المنظومة كلها على قلب رجل واحد من أول جمهور النادي الأهلي اللي شعاره دايماً على الحلوة والمرة معاه ولحد أصغر لاعب وأصغر عامل في منظومة النادي الأهلي كله بيفكر بس في مصلحة النادي الأهلي وبالتالي في نقطة مهمة هنا عاوز أتكلم عنها أن النادي الأهلي منظومة مختلفة وبتنجح وبتطور كبير جداً على مختلف الأصعيدة لأنها مؤسسة مستقرة لها قواعدها وتقاليدها اللي ما بتتغيرش بالمناسبة يعني يعني نتيجة مباراة بتلت نقط عمرها ما تهز استقرار فريق أبداً التقييم في الأهلي مستحيل يكون بالقطعة ولو فيه أخطاء بتتصحح وإحنا ماشيين في الطريق في طريقنا للبطولة لكن إحنا مش بنفكر في لقطة أو في ماتش واحد أو بنفكر في إحنا بنفكر في البطولة بس مقاييس والمعيير في الأهلي مختلفة تماماً في الأهلي أنت بتحاسب على البطولة وبتفكر بس في أنك تحقق البطولة يعني ماتش مازنبي أنا بفكر في تعقيق نتيجة إيجابية لأن عندنا عندي ماتش مهم وعندي ماتش عودة في مصر فأنا بفكر أحقق نتيجة في الكونغو وتريحني هنا في مصر وأقدر أكسب وتأهل بفكر في التأهل عشان هدفي أني في النهاية أحقق البطولة زي ما أنا في الدوري نفس الكلام مثلاً تفكيري في أن أكسب بطولة الدوري مش بس أكسب مباراة وأفرح بيها وخلاص لا يا فرحتي لو أنا كسبت مباراة وخسرت البطولة مستفتش أي حاجة لا طبعاً يعني ده في النادي الأهلي ما بتسمعش أن النادي الأهلي بيفرح بفوز ماتش ما بيحصلش أنت بتفكر في البطولة وبتكسب كل مباراة لكن النتيجة النهائية بالنسبة لك هي البطولة لا نتيجة مباراة هز استقرار فرقة ولا موقف يهز استقرار فرقة أنت في النهاية ماشي نحية البطولة بس جمهور الأهلي دايماً ويعي حقيقة يعني دايماً واصق في فريقه وفي مدربه وفي الجهاز الكني وفي مجلس إدارته ورئيسه يعني أنت رئيسك كابتن محمود الخطيب رئيس بيخود المنظومة بنجاح ومن نجاح لنجاح في كل الألعاب مش بس في كورة القدم وده باين جد واضح قوي أن أنت محقق في كل الألعاب أكتر مما أنت كنت حطت في الترجم بتاعك ده فيه ألعاب خط كل المنافسات بتاعتك كلها كاملة فدي مش حاجة مستهام بها تفكيرنا ما بيبقاش بالماتش ولا بالقطع في كل الألعاب المناسبة أنا مش بتكلم على لعبة واحدة الكورة طبعاً اللعبة الأهم وكل حاجة والشعبية الأكبر لكن أنت بالنسبة لي في النهاية أنا كأهلاوي الترجم بتاعي دايماً البطولة الهدف بتاعي دايماً تحقيه البطولة ممكن لك سب ماتش بسكور كبير جداً ولكن مكسبتش البطولة يبقى أنا محققتش الترجم مش هفرح بالماتش ده أنا هفرح بس وأنا برفع الكاز دي السيستم في النادي الأهلي طريقة النادي الأهلي